يعني من ينتظر انتقام إيران فيجب أن يكون بصحة جيدة لأنه سينتظر طويلا وربما نموت ونفنى ونحن بانتظار هذا الانتقام أربعين سنة وهم يقولون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وأريد أن أفاجئك عدد القتلى من الجانب الأمريكي نتيجة هذا التهديد هو صفر لم يقتلوا أمريكيا واحدا هذه هي الحقيقة هذا النظام له أهداف وهذه الأهداف لا تشمل لا الموت لأمريكا ولا الموت لإسرائيل هذا النظام ينتظر بايدن من أجل توقيع اتفاقية تعيد للملالي المليارات وتعيد لهم السطوة وترفع عنهم الضغط الداخلي عليهم من الشعب الإيراني الذي يتدور جوعا وهم يستخدمون الميليشيات في العراق والأذناب يستخدمونهم من أجل ترتيب مقايضة مع أمريكا هم يستخدمون شماعة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل من أجل الحيمنة على العراق لأنه بكل أسف هناك من العراقيين من انجر وراء خزعبلات الولي الفقيه وأصبح على حساب العراق ينفذ ما تطلب إيران وأستمعنا لحسن نصر الله قبل قليل والرجل يعيش في عالم آخر يهدد وغير ذلك وهذه التهديدات الحقيقة كلها يكذبها السيد حسن روحاني الذي قال بأننا نريد توقيع اتفاقية نووية ونريد أن ننهي خلافاتنا مع الولايات المتحدة فهؤلاء الأذناب في لبنان وفي سوريا وفي العراق هؤلاء تنتهي مدتهم طيب لكن دكتور نصير عفوا عن المقاطعة لكن لما توعدت إيران بعملية الانتقام لسليماني بعد خمسة أيام من الاختيال قامت بضربة قاعدة عين الأسد بصواريخ وصارت إصابات بين الجنود الأمريكيين وضربوا السفارة الأمريكية وضربات كثيرة جدا يا سيدي الكريم كيف لك أن تقولي بأنهم لن ينتقموا؟ يعني إذا كان وجع الرأس هو انتقام يعني أصاب عدد من الجنود الأمريكيين وجع في الرأس وأخذوا الأسبيرين ولم يقتل جندي واحد وكسروا ما يقارب عشرين كرسي بلاستيك إذا كان هذا هو ثمن دم سليماني فنعم انتقموا ولكنهم انتقموا من الشعب العراقي في الحقيقة انتقموا من الشعب العراقي ونكلوا بالشعب العراقي واليوم العراق في الحقيقة يواجه مصاعب جسيمة وعلى رأسها أن الإنسان العراقي ليس له مستقبل الآن بوجود هذه الميليشيات نعم انتقموا ولكن انتقموا من 1500 متظاهر عراقي قالوا إيران بره بره إذا كان هذا نصر للخامئني فنعم انتصروا